مولايا أبرهة ماذا ورأك يا وزير؟ أخشى أن تهاجمنا قبائل العرب من خلفنا لا من خلفنا ولا من أمامنا ولن يأتينا سهم واحد من العرب ما هذه الثقة يا مولاي؟ اسمعي وزير إن أهل مكة أهل تجارة وليس أهل حرب وأهل حمير واليمن يا مولاي لا فرق بينهم فالعرب نائمون عنه العرب ليس أهل قتال فسر ولا تخف يا سيدة قريش لماذا لا تجمع قريش أحلافها وتقاتل أبرهة؟ يقولون إن أبرهة جاء بجيش لا قبل للعرب به جيش عرمرم قوامه ستون ألف جندي وتسعة أفيال فانظروا ماذا تفعلون لإن لم يجتمع العرب للدفاع عن بيت الله الحرام أصابنا الله بنوازل لا قبل لنا بها والله ليس فينا من جبان ولا خاء ولكنه الواقع الذي نصادفه لا قبل لنا بجيوش أبرهة علينا معشر حمير أن نهاجم جيوش أبرهة مهما كان الثمن إذا دخلوا بلادنا ذبحوا أبناءنا ولن يبقوا على أحد يذو نفر علينا أن نقاتل أبرهة وفيلة أبرهة فلنبدأ القتال لو تجمع العرب كلهم وكانوا يداً واحدة هل كان لأبرهة أن يصل إلى مكة؟ هكذا نحن دائماً نهزم أنفسنا قبل أن يهزمنا أعداؤنا ولكن الأمة لا تخروا من الرجال والشجعان يا مولانا الإمام ولتنظر ماذا فعل أهل حمير بجيش أبرهة قبل أن يدد من دwelt إبراهة براءة فعله إبراهة للمشارضة الإخابة وإندمه هو ق طيب إلحاة إبراهة بجيش أبرهة لتنسى للمساعدة. أيضاً، كانت هذا المساعدة للمساعدة. اشتركوا في القناة 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 فقلا سبيله اشتركوا في القناة لولا الضعف الذي رآه من معشر العرب نحن معشر كنانا دبرنا امرنا ورفعنا رماحنا لقتال ابرها وكذلك هديل ليس لنا طاقة بهم اتتركهم بعدما اخذوا بعيرك يا سيد قريش انا حباطة الحميري رسول ابرهة ابرهة ماذا تريد الملك يقول لك اني لم ااتي لحربكم انما جئت لهدم هذا البيت ولا نحن نريد حربا وما لنا بذلك من طاقة فانطلق معي الى ابرها لا تذهب يا سيد قريش عبد المطالب كان يتعلم عن المطاقية ابرهة وكانه قال ابرهة ابرهة الناس ستحرك عبد المطالب اراك صامتا يا مام الا تحدثني فيما سيكون الحوار بين أبرهة وعبد المطالب ليس صمتا بل تأملا ماذا لو كان العرب تجمعوا في وجه أبره إننا نحدث أجيالا يا شيخ أجيالا تتغذى على مائدة أفقارنا ولماذا يتكلم عبد المطالب بضعفه أمام أبرهة بقوته فالضعفاء لا يحكمون العالم إنما يسمعون فقط ويطيعون ولهذا يتسيد أبرهة الموقف وكان رد عبد المطالب رد المغلوب على أمره أتى إليك عبد المطالب سيد قريش فليتفضل أريد إبلي أيها الملك تريد إبلك أتيت لأهدم بيتكم البيت الحرام كما تسمونه وتقول أريد إبلي نعم أريد إبلي فأنا رب الإبل والبيت للبيت رب يحميه ما أعجبكم من قوم جيت لأقطع أرزاقكم وأحتل بلادكم وأهدم بيتا تقدسونه ثم تقول هكذا يا حباطة يا حباطة أعطيه إبلة أمرك يا مولاي وخل بيني وبين البيت سأهدم الكعبة سأهدم الكعبة وبينما هما في وادي محسر بين المزدلفة ومينة أقبل نفيل بن حبيب فلما وجه الفيل إلى مكة قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال أبرق محمود وارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في بلد الله الحرام وترك أذنه فبرك الفيل برك الفيل ولم يقم ليتقدم إلى الكعبة وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال يقوم ويهرول وبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل طرميهم بحجارة من سجيل مع كل طائر ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه لا تصيب أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه ففروا هاربين يموج بعضهم في بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فأما أبره فقد رجع وهو يتألم وتتساقط أنامله أنملة أنملة فلما وصل إلى اليمن انصدع صدره عن قلبه فهلك لعنه الله للبيت رب يحميه حمدا وشكرا لك يا رب البيت الحرام عودوا إلى دياركم آمنين فلن يجر أظالم بعد اليوم على هدم الكعبة عودوا أيها الناس فلتهللوا والتفرحوا موسيقى شكرا للمشاهدة